اقسموا بلالش اللي كيديروا بعد اللاعبين دي الفريق وداد الامة الى عبو عار وهد المحاولة هدي اللي ضيعة الفريق اللي كاد في دقيقة 9 ستين فخاص ما يلولا وناسي عاودوهم تربية مجدد فتوروا نعي بعدما فريق وداد الامة كان لعب مباراة اللي قوية كونتر فريق الفتح الرباطي وبعدما الفريق كان تلقى واحد صعوبة اللي كبيرة باش يسلجل الهدف الاول للفريق هسي دي اللي غتوصل لدقيقة 9 ستين غتوقع المعجزة فباد واحد الانفی راد لي تم الحمزة ناسي بعد الاخر غادي بقا رساولوس بوتو Hunguxe شنو غادي دي راد الاخر هدا غادي تعطه country和ي ضيعة هد المحاولة وبعدما اسيد ده غادي زيعة المحاولة ولي سهلة بزا وهو راهار السيد غا توصل اد الكورة هدي الكاسيو سمايلولا شنو غادي ديرwurf specialty اسي دي كاسيو سمايلولا واحتوى غادي ضيعة المحاولة هدي وقلا بوتو خاوي وبعدما تجوش دي اللاعبين ضيع هذه المحاولة الفريق وداد الامة فبكوصرها خاص ليتحاسب معهم ضروري لأن ما يمكنش الفريق يعيش واحد الأزمة الكبيرة بزر وزيد عطي بالإيدافة رونالدي مقوناك يعيش واحد ضغوطات الكبيرة مع الجماهية الويدادية السيدي تخلك هذا المباراة دي كونتر فريق الفتح ريباطه وكل شي مقدوم يجي السيدي اللاعبين ويضيعوه الانتصار بين يديه وزيد عطينا السيدي وخف فريقه ذات الأم انتصرف هذا المباراة دي بواحد الزيرو ولكن بكوصرها هذه المحاولة دي ما خاصناش نسكتع لها نهائيا لأن لا يعقل فريق جي واحد المحاولة اللي سهلة وسيدي جيو هاتجوج دي اللاعبين وضيعوها هذه المحاولة على شي بالنسبة لشخصين وخف فريقه ذات الأم بدأت ثلاثة دي نقاط من هذه المباراة ولكن هذه المحاولة دي بالتحديد ما خاصت شي وحد يسكتع لها بل بالعكس دماما خاص نضغط لهذه اللاعبين باش يجمعوا رأسهم ضروري لأن في حالة فريق ودد الأمة ما كان سجل الهدف في الثقيقة 88 فكان الفريق في الآخر غاد يخرج بالتعادل السلبي ولكن علي أين في الآخر كاسيوس ميلولا من قدر الموقف وستجل الهدف الفريق